اشتركوا في القناة تماما لانه لما نرفع تكلفة الاقتراض بشكل عام عما تقلل مستويات النمو او من اسوية النمو بالفترة المقبلة وهذا من شأنه انه يخفض التضخم ولكن على حساب ركود اقتصادي تقني مفتعل من قبل الفيدرالي بهدف انه تنخفض عنا الاسعار ومستويات التضخم المرتفعة بشكل كبير جدا لكن اسواق الامريكية لازالت تترقب تصريح جيرون باول المنتظر وايضا مع ختام جلسة اليوم هناك ارتفاعات في بعض المؤشرات الامريكية ايضا تترقب الاسواق للصدور تقرير وظائف ما يتوقعاتك؟ يعني بشكل عام المنتظر او الاهم حاليا والانظار تتجه اليه هو خطاب جيرون باول امام لجنة الاقتصادية في الكونغرس للحصول على يعني وضوح اكثر نحو سياسة الفيدرالي المقبلة التوقعات حتى الان ان يكون فيها رفعتين مقبلات كل واحدة بخمسة وعشرين نقطة اساس وذلك كفيل انه يرفع اسعار الفائدة فول خمسة بالمئة مرة ثانية خمسة وربع بليلين هل تتوقع ان يرفع مرة واحدة كما فعل سابقا خمسين نقطة اساس؟ الخمسين نقطة اساس اصبحت مستبعدة بشكل كبير جدا لانه اثارها على الاقتصاد رح تكون سلبية لانه انت بشكل مباشر عم تشدد السياسة النقدية بطريقة غير مبررة بالنسبة للأعمال والانشطة وهذا سوف يؤثر على اداء الاسواق بطريقة غير مباشرة ولكن الاهم سوف يؤثر على الاسر التي سوف تشعر بارتفاع تكاليف الاقتراض والاعتمان بشكل عام وبالتالي ذلك سيضر بالعجلة الاقتصادية وايضا ممكن يسبب عندنا ارتفاع واضح في معدلات البطالة او انخفاض واضح كذلك في الوظائف الجديدة وهذا ما يدخلنا بمرحلة الركود الاقتصادي بطريقة اسرع وبالتالي الفيدرالي سوف يكون حذر بعملية تشديد السياسة النقدية كما ينبغي برفعتين على الاقل خلال الفترة القادمة لا اكثر من ذلك شد وجذب ما بين الدولار واليورو يوم استغلال الفرص بالمقابل هناك رفع معدلات الفائدة من جانب الاوروبي ومن جانب الامريكا ايضا كيف سيكون تأثير ذلك على اسواق خلال الفترة القادمة وخصوصا اليورو الذي حاول استغلال ضعف الدولار حقيقة مروان يعني اليورو بدأ يظهر بيانات ايجابية من منطقة اليورو نحن اليوم شفنا الفاكتري اوردرز او طلبات المصانع الالمانية ترتفع بواحد بالمية افضل من التوقعات تحسين ايجابي للقراءة السابقة يوجد هناك مجابهة من بيانات الاقتصاد الاوروبي انه في عنا اداء افضل من التوقعات او مما كان متوقعا كسلبية لكن على ماذا سيعتمد هذا يعتمد حاليا انه في عنا انفراجة اقتصادية واضحة بالنسبة للاقتصاد الصيني الذي كان منغلق وبالتالي يوجد تبادل تجاري كبير ما بين اوروبا والصين هذا ساهم بشكل او باخر بانه يكون في عنا عودة الاسواق الاوروبية للانتعاش بعض الشيء وشفناها ايضا تستغل ضعف الدولار الامريكي اللي شفناه بالاونة الاخيرة او بالاسبوع الاخيرة او بنهاية الاسبوع الماضي على وجه التحديد شفنا اليورو عما يتقدم بشكل واضح امام الدولار الامريكي مستهدفاتنا التالية هي انه نتجاوز مستويات الواحد فاصل صفر سبعة اجمالا اليورو عانى من فترة من الخفاض ونزل دون مستويات التكافأ امام الدولار الامريكي عما نشوف الان تجميع شراء واضح على اليورو امام الدولار ويوجد امامه فرصة اكبر نضيف الى ذلك انه تشديد السياسة النقدية ممكن يستمر لفترة اطول من المركز الاوروبي يعني اسعار فائدة اعلى من اوروبا يعني يورو اعلى بينما الدولار الامريكي بدأنا نرى او نقترب من صقف رفعات اسعار الفائدة اجمالا اليوم حديثنا فقط عن البنوك المركزية وعن العملات البنك الاحتياطي في استراليا انظر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي لعلى مستوى في 11 عاما تصرف يعني كان جريء من قبل المصرف المركزي الاسترالي كيف ستتصرف البنوك المركزية الاخرى هل تتوقع انها ستحذو حذو استراليا كما حذت هي على مسار الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة واوروبا صحيح نحن شوفنا استراليا عم تقوم بحركة قوية جدا بتجديد اسعار الفائدة ولكن في نفس الوقت بالستيتمنت الخاصة بهم او ببيان اسعار الفائدة اظهروا انه لن يقوموا بعمليات رفع كبيرة في الفترة القادمة وسوف يكتفون برفعة واحدة قد توصل باسعار الفائدة الى 3.85 خلال تعاملات هذا العام فبنفس الوقت اللي شددوا اسعار الفائدة اظهروا انه لن يكون هناك تجديد اكبر في الفترة القادمة وكان اختربنا ايضا من قمة تجديد سياسة النقدية ولكن ترجمة الاسواق ذلك يعني اعتقد التضخم في استراليا هو اقتصاد مرتبط بالسلع بشكل كبير جدا فلا يمكن الحكم على نهاية التضخم في المنطقة الاسترالية ولكن بقاء اسعار الفائدة عند هذه المستويات المرتفعة تاريخيا كافي للقضاء على التضخم خلال العام ان شاء الله استاذ رعيز خضر شكرا جزيلا لك شكرا مرحوك اشتركوا في القناة